لو وصلنا على الصورة التانية حنلاقي في رسمة مرسومة لتبوت داخل غرفة الدفن بتاعت من كاو رع فلتبقى قراء رع القريم قريم قراء جمع فلتبقى قراء رع من كاو رع كا قريم كاو واو جمع شايفة الهرغيفي زهل ازاي؟ دميل بس دول اعلقتهم بالاثار الغريق صحيح انت جايب دلوقتي منظر في منتهى الاهمية دي رسمة يا جمع كانش لسه فيه كاميرات فالالالف وتمنميات جاو حد اسمه كولن الفايس من بريطانيا وحاول يكتشف داخل هرم من كاورع طبعا ايماكة المغامرة وهو مش علم مصريات اهو ده الرجل اللازم نحكمه تاريخيا طبعا هو مات في الالف وتمنميات اه ده لازم نتحكم تاريخيا الرجل ده الرجل ده بيسموه the dynamite man رجل الdynamite كان بيجيب جانباودر كان بيجيب برود البنادق بتاع زمان ويفجر بها اثارنا عشان يفتح ويكتشف يخش عمل كده في الاهرامات وجاب اه يعني مش عايز اقولك وهو مش عالم مصريات أصلاً كمان ده هو كان رجل كان بريطاني المهم إن كولينل فيس وفيس هنا في واي لأن أنا عارف إن في آي سي إي يعني فضيحة باللغة الإنجليزية فهو فلت ولو كان يستخدم آي بعد اللي هو أو نأل الزبط فدخل إلى منكورع وترسمت الصورة دي لو رجعنا لها تاني بعد إذن سيادة المخرج هتلاقي في الصورة التابوت اللي على يسارك ده يا فندم التابوت ده ملهوز صورة لم يتم تصوير تابوت منكورع الرائع البديع المتفرد تعال بقى نشوف صورته مرسوم يعني هو مرسوم بقى هتلاقي فيه بقى لقطة بتاعة رسمة التابوت ذات نفسها مفصلة لبقى ده على طرق أشكرك برافو عليك نلاحظ إيه بقى يا فندم دي رسمة اتفاقنا ما كانش فيه كاميرات هذا التابوت المتفرد لو حضرتك بصيتي وستدك كل الدنيا تفرج علينا هتلاقي كأنك باصس على مدخل قصر المداخل اللي انت شايفها دي كانها مداخل قصر وهي فعلا مداخل قصر منحوطة على التابوت كان يسموها ايه بقى بالهيرغليفي اسمها السرخ كان المصري القديم يحط اسم الملك داخل السرخ قبل اختراع الخرطوش اللي هو اللي احنا تكلمنا عليه في حلقات كتيرة بالشكل البيضاوي طيب كولين الفايس عايز ياخد التابوت دي يسرقه يحطه في مركب وتطلع على بريطانيا علشان يتحط في بريطانيا من ضمن اللي حصل في 1700 وال1800 1837-1838 تحركت سفينة كبيرة من ميناء الاسكندرية حاملة لهذا التابوت العظيم وهي في رحلتها المركب دي السفينة دي اسمها بياترس هتقول ليها بياترس بالانجليل ده اسمها بياترس 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 بالفرنسي بياترس بالانجليش بياترس صح برضو بياترس كده هو أو بياترس طيب أنا بسميها بياترس كله صح بياترس سابت الاسكندرية وتوجهت إلى ملطة واللي أنا بقوله لكو ده في حملتي إن أنا تتبعت السفينة دي من الأرشيفات بتاعة البريطانيين زي بتنفسهم بعملوا أرشيف للمركب اللي غرقت في تاريخهم متخيلة باليوم 3 أكتوبر أهو 3 أكتوبر أهو نفكرهم بيها فالمركب دي طلعت من ملطة هتعدي على الجبلتر اللي هما بيسموه الجبلتر اللي هو الجبل طارق طارق بن زياد وحتعدي وحتخش على بريطانيا تنزل التابوت دي كانت الخطة فإيه بهذه السفينة تختفي من على وجه أو من على صفائح المياه بتاعة البحر المتوسط هل غرقت سفينة بياترس قبالت أو بجانب السواحل بتاعة إسبانيا ده 99% آه أو عدت جنب جبل طارق وغرقت جنب جبل طارق برضو ممكن جداً لكن أغلب الظن إنها غرقت قدام كده على بعد من كارتخانة طب حطام السفينة ظهر لا طب أثر التابوت التابوت ذات نفسه ملهوش أي أثر وربما 99% أقول إنه هو ما زال في قاع البحر المتوسط كارتخانة ممكن إسبانيا تساعدنا يعني إحنا لو في الحملة دي نطالب بريطانيا أول حاجة إنهم المسؤولين عن القصة دي كلها تابوت منكورة فلازم منكورة في أسبانيا خلاص وعلى البرقريب من كارتخانة اللي هي كارتجانة اللي هي كارتخانة لو أنت من مدريد هتقولي الخاب العربي زي الخاب تاعتنا أي لو أنت عندك نطق بتاعة مدريد في إسبانيا ففي كارتخانة كارتخانة دي بقى فين عشان برضو الناس كارتخانة دي في منطقة اسمها مرثية في إسبانيا وتعلمناها طبعا من دكاترة الإسباني عشان ننطقها مزبوط مرثية فتطلعت تياتش وفي ساعة سي بس فمرثية خليها بقى مرثية المرثية أبو العباس أبو العباس المرثي اللي عندنا في اسكندرية ده جاي من هناك عشان كده التابوت ده علشان ننتشله إحنا محتاجين للعالم كله يساعدنا واحد بريطانيا اتنين إسبانيا فقادي الحملة بتتكلم عن كده تخيلي أنت بقى بتستردي تابوت من قاع البحر المتوسط هتقول لي بسم المياه الملحة هتكون مكسرة هقولك لا لأن اتهام المياه المملحة فإنها بتاكل الأثر ده اتهام باطل 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 وإلا كل الأثر اللي طلعناها من اسكندرية كانت المفروض تبقى متاكلة لكن دي طلع في حالة وحفة وده كان سؤال منطقي جدا لكل الأثر الموجودة واللي هي ما زالت موجودة والناس خايفة عليها أنها تفضل موجودة دلوقتي وبتنادي الأثرين أنهم ينتشلوها طيب أنا معايا صورة لضهرة أبو الهول أيوة برافو عليك الصورة دي بقى ترجع تاني لكلين الفايس كلين الفايس ما استخدمش المتفجرات فقط في تفجير أثارنا عشان ينقبها لكن استخدم جايب معاه الأول مرة في تاريخ مصر أيوة خليني على اللقطة دي الله يكريمك أشكرك جايب معاه أدوات ثقوب عارفة الشينيور ده جاي يضمر بالك بالضبط ده غريب ده مجنوء يعني ده موطور ما فيش حد بيعمل كده في الأثار يقولك أسل الأجانب واحد يطلع يطلع يقولك إيه أسل الأجانب ياخدوا بالهم من أثار مكتب طب تشوفوا في التاريخ هم عاملوا إيه في أثارنا بعضهم والبعض التاني بيعشقنا بص كده ده تابوت توت عنخ إيمان إيمان برافو عليك يعني يشهد عشرة عشرة برافو طيب يشهد بصوا بقية يا جماعة الثقب اللي في ضهر راس أبو الهول ده أبو الهول اللي إنتم كلكم عارفينه ده احنا منشوف وشه أغلبنا كان إيه حاجته إنه يعمل استخدام قال لك إن داخل جسد أبو الهول يوجد كنوز هو كان فاكر إن الجسد فاضي من جوه كان فاكره مقبرة كان فاكره معبد كان فاكره غرف لكن أبو الهول منحوط من الصخرة الأم صماء يعني هو كان عايز يخترق مثلا إنه المفروض احتمال عنده كان باتا جويف فيخش يلاقي هوى ويلاقي بقى قوة بقى فيها كنوز وفيها دهب هو مخه كان شغال في كده طبعا هو جاه وعلى فكرة بالمناسبة لقد انتقم المصر القديم من فيس لأن أجهزته بكده بالانجليزي كده كان بقى كده جات ستاك يعني الأجهزة دخلت حفرة جوه الأثر وتإيه اتزنقت جوه الأثر معرفش يطلعها فرح مفجر علشان يطلع يعني ده كولنال فيس وبالتالي على بريطانيا النهية تسعيبنا تايتانيك تايتانيك السفينة تايتانيك أصلا لقوها ولقوا فعلا فيها أثر مصرية آه في واحدة اسمها مارغريت توبين الاسم ده أنا عايزكم تذكروا أدي تايتانيك هاي كانوا أطلقوا عليها التي لا تغرق السفينة الغير قابلة الغرقت في الرحلة ميدن فويج بتاعها في الرحلة اللي هي الكبيرة هذه هي مارغريت توبين يدلعوها في أمريكا يسموها مولي براون إيه العلاقة ما تسأليش مولي براون مارغريت توبين بس هم سأمواكد وتحصل عندنا كمان كتير هذه السيدة دي السيدة الحديدية بتاعت أمريكا كانت من دنفر في أمريكا وجات مصر واشترت من مصر بعض السوفينيرز وحطتها في حاوية واشترت آثار مصرية وحطتها في حاويات وحطت الأربع حاويات دول في مخازن تايتانيك غرأت تايتانيك وعاشت مولي براون شوفوا الصورة اللي بعدية آهو أشكرك آه دي صورة حقيقية موزيكية يعني موزيكية يعني في السوفيسية يعني ايه برضو صوروه كذا صورة صورت تايتانيك وهي غرقانة كذا صورة وروحوا مركبينها مع بعض فتطلع السفينة كأنها كاملة شايفين قمة السفينة على اليمين دي قمة السفينة أشكري يا السلام عليك برافو عليك لسه كنت حاولها تكبرها اتا كبرتها من عندك شايف الفتحة دي يا فاندم آه الفتحة دي لما نزلت السفينة ببوزها غرقانة خبطت فجرت الفتحة دي يبقى الغطة دا اتفجر طار طب أهميته ايه وبالنسبة ليه الأثار المصرية الحويات تحتي بعد ما انا عملت ايه الدراسة بتاعتي يبقى دي الحملة التانية ان انا بحاول تصمم جيمس كاميرون مهرج فيلم تايتانيك لانه هو اللي نزل صور بغواصة مخصوصة تايتانيك الاصلية سيبك من الفيلم معروف مكانها فين معروف مكانها فين وفيه شركة السحية دلوقتي بتصابق في العالم حيبيعوا رحلات ينزلوا بغواصات يشوفوا السفينة الغارج الأثر المصري بقى فين الوحي التلات حويات مزالك موجودة في المخازن وده اللي انا بقى طالب بانتشالها لكن فيه تمثل سغنم معانا صور خلاص تلاتة بوصوص غنطوت كده اهو واخده بالك معمول من القيشان المزجج اشكرك ده الناجل وحيد ده الناجل وحيد يا جماعي يعني شوفوا تايتانيك 1500 واحد غرق او للأسف الشديد 702 تم انقذهم من مارجرات توبان مارجرات توبان والمركب بتغرق نزلت قضيتها لبست اللايف جاكت صوترة النجاة اخدت بلانكت عشان الدنيا ساعة قوة شخصيتها غير طبيعية مولي براون او مارجرات توبان واخدت 500 دولار حطيتهم في جيبها انت نزلت المحيط والمركب بتغرق واخدت 500 دولار حتعدي على السفر الماركب تشتري مش ادرا وراحت واخدت تماثل الصغير ده بيسموه اوشابتي عندنا دول التماثيل الصغيرة اللي حتخدم الانسان بعد ما يموت في الحياة الاخرى اوشب اي انا اجيب اوشابتي وشابتي ادي الاسماء المجيبون دي بتبقى اصغلون ايه وتحطيها في جيبك ودي كانت ايه النجاة الوحيدة اختفى هذا التمثال بعد مدة ومحدش عارف قعدت وراه 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 لغاية لما يعني طفل كبير السن عنده 12 سنة من اصل مصري نور بحيي عايش في امريكا قلتوله يا نور انا عامل حملة دورلي على اوشابتي بتاع اللي نجا من تايتانيك انا عايز اعرف عليه مش عارف سنين بدور عليه في امريكا اين هو فانه متحف فانه بتاع ما فيش كل الناس سكتم بكتب لحد لما نور ربنا يبارك له 10 سنة كان وقتها عنده جاب فين التمثال لقوه معروض لقاها معروض في مكتبة رونالد ريجن في كاليفورنيا في متحف بيعرض فيه فتم التصوير ودلوقتي احنا بنطالب انا بنطالب بعودة الوشابتي من امريكا طيب نروح بقى للاثار برضو المغمورة زي ما حريك بتحب تقول في الاسكندرية هل بالفعل قصر كليو باترا موجود تحت الماء هل فعلا قصر الاسكندر موجود تحت الماء ليس كل تمثال من الرخام لسيدة في الاسكندرية تبقى كليو باترا تبقى كليو باترا وجسد ايزيس مش كده ايزيس وحطحور حيتحر الناس دي كانت الشخصيات الاسطوريدي دول كانوا عالميات دول ما كانوش بحليات يعني تروحي روما تلاقي ايزيس ايوه تروحي روما اللي هي كانت بتنفسك اللي كانت بتتخانق معاك يعني تتخانق معاك كليو باترا يعني هم اللي هزموها هل يوجد بقايا لكليو باترا في الاسكندرية فرش بالتأكيد هل تم اكتشاف ممياء كليو باترا السابعة لا وما زالت واحدة هي عمالة تحفر في ابو سير بقالها سنين ابو سير دي 50 كيلو غرب اسكندرية عند على الساحل كده بقالها سنين عمالة تدور يعني بتطلع حاجات زغانونة كده ومش عارفينه تعليك لا كليو باترا الغواص الاثري كان بالابو السعدات لم يجد ده رجل عظيم ده ده رفو عليك والله انت كويس انت سكرت اسم هذا الرجل اهو ده تعظيم سلام قبل الفرنسوين لما ينزلوا يطلعوا التمثيل من تحت التمثال الاسكندرانية واللي بيزوروا مكتبة اسكندرية بيشوفوا قدام تعتقدوا طولهم يصدق ما قولوا انت بيشوفوا قدام مكتبة اسكندرية ده ده طالع من جنب قايد باي من تحت المية ده ده أنا كنت يوميا أنا مورش السياح كمعاء مجموعة امريكاني اللي اتعاني هم بتعمل كده وانا بشرح مدي دهري للبح أنا قلتهم بيبرقوا على ايه قلتهم بيطلعوا تمثال ورايا اطنان واطنان وده اللي موجود دلوقتي يقد مكتبة الاسكندرية فكرة وجود مضحف تحت الماء نعم هل انت بتؤيدها؟ يا السلام عليك كان في طالبة اسكندرانية اتصلت بيا من سنين وانا كنت في لقصة وانا فاكر رأيتلي مشروعي للتخرج كده يا أستاذ باسام قللي قلتلك مشروعك هاي ويبقى مصري ويتعامل كاردرس بالإزاز لان فيه صور انت شايفها بس انت عارف المقترح ده هيتكلف قدي انا قريت رصد لميزانية على مضحف تحت الماء يعني المضحف بس تنظيف الإزاز بتاعه ميزانية لخمة عارفة لو عملتي تذكرة 30 جنيه مصري للعالم مش بقولك تعملي 200 و300 جندرية وفي البلاد اللي فيها مغمورة بحر الأحمر فيه صف ونكتشفت مغمورة برضو غرقانة الطيارات والأدوات الحربية بتاعت الحرب العالمية اللي غرقانة عندنا في الميناء الصغنونة جنب السلسلة وجنب الحتة الدية وكانوا بيعملونها ضايفين سماء جيش اسطول نابوليون تحت الماء اسطول نابوليون طالع يعني انت عندك فيه منطقة في أبو إير اسمها جزيرة نيلسن تحت الماء في اسكندرية مش بس مصري قديم هتلاقي ده وحتلاقي عربيات وحتلاقي في البحر الأحمر نفس الحكاية انت عارفة أنا هقولوكو حاجة غريبة جدا نجمع السنين في 30 سنة بالنسبة للأثار الغارقة أو أثار المطمورة في المياه انت هل تعلم أن فيه بلاد بتغرق مرة تانية بتغرق سفن يعني بتبقى السفينة خلاص خلاص بها هيكهنوها فيروحوا بغرقانة في الماء وصدوها سنين تعمل أيوة تعمل شعاب مرجانية والسمك يخش فيها وكده والناس تنزل تعمل دايفين ما حاجة انت عندنا من زمان مغردهم من زمان دكتور دسم أعيز أفتك لبعض الحاجات اللي صريعة كده اللي عليها جدل هل فيه بما أننا تحت المياه دلوقتي هل فيه أبو الهول تحت المياه وهل فيه أبو الهول والهرام المدرج والأهرام التلاتة في المريخ آه طيب السؤال المرأتي دا من المياه طلعتي على الفضاء من الاثنين دا أنت سوبر سونيك دا أنت يولا كونكورت طيب المياه تحت الأثار المغبورة يقولك إيه يقولك يعني مصر اكتشفت أقل من 1% من أثارها لما بنقول الجملة دية اللي قالتها العالمة الكبيرة سارة باركاك في 2016 لما قالت الجملة دية هي تقصد إيه تقصد أقل من 1% عامرها وسمع اللي جاية دي غامرها خلاص يبقى اللي فوق الأرض تحت الأرض سكندريا دي بلد فوق بلد مصر دي بلد فوق بلد فوق بلد فوق بلد أنت عندك مراحل فأنت عندك المرحلة بتاعت الديناصورات اللي احنا عمين نكتشف فيهم دولهم قلبي للدنيا وبنكتب بنعيد كتاب التاريخ الديناصورات في العالم كله دولتك في مصر واخد دا بلك بيطلع بعدين هلنش حفيقه والبصر القديم ووي ووي لغات لما توصل لفوق فهل هناك أهرامات على المريخ أو أبو الهول المريخي وهو كده اللفظ كده هم سامينه كده The Martian Sphinx كويس؟ لأ لأن بعد سنين لما صوروا هم اللي حصل إنه هما صوروا في المريخ فهيبقى ويشه شبه أبو الهول وجنبيه وقالوا دي وديت على المريخ ودي ويش لأبو الهول لما جواهم صوروها من أنجل تانية لقوا إن كل دا كان ظلال إيه دا انطباع بوش وفي الآخر خالص طلعت إيه فشلة وما فيش نظرية وما فيش أبو الهول في المريخ لكن ما بين الوقت اللي هو صور فيه الوش والأهرامات في المريخ اللي هو قال عليهم كده وما بين لأ الرجل اللي عامل النظرية دي بيسموها كده بالانجليزي is smiling all the way to the bank يعني اللي طلع النظرية دي قاعد مبتسم طول الوقت وقراح البنك بيحط فلوس طبعا International Handbook of Underwater Archeology في العديد والعديد من يعني المعلومات اللي ممكن اللي عايز طبعا يطلع عليها هيقدر ان هو يعني يغمر نفسه بكل هذه اللي هترجع غمر الماء فهيستمتع جدا بالكتاب ده بصراحة دكتور بسام هل فعلا المصري القديم فكر في الطيارة وعمل لها مجسم وهو موجود فعلا دلوقتي في المتحف المصري بالتحرير ولا ده كان مجسم طائر وهو كان بيحلم ولا كان فعلا في طيارة نتذكر مع بعضين على طول أول ما هترجع تقولي لي الطائرة المصري القديم أو الطائرة الشرعية الخشبية الموضل النموذج الصغير برافو عليك يا سلام عليك يا سلام عليك نتذكر على طول رحمة الله عليك بقى العالم مسيحة اللي في الستينيات أشكرك اللي في الستينيات دي صورة حلوة قوي اللي في الستينيات كان بيكشف عن تماثيل حورس الصقر في المتحف المصري وإس به يجد هذا النموذج في عينه ربنا يبارك له في عينه أبس خلينا هنا ربنا يبارك له خلينا نبدأ دي واضحة أوه دي مهمة ليه واحد قطعتين من السيكمور وود أي خشب الجميز القطعة بتاعت الجناح والقطعة بتاعت الجسم فأنت لو بصيت عليه من بعيد وده موجود على فكرة في غرفة اللي عايز يروح يشوفها دلوقتي النهاردة بعد ما خلص الهواء زور المتحف المصري بالتحرير اطلع فوق روح على غرفة 22 الله عليك يا دكتور عطيك دي مفجأة للدكتور على الهواء أنا عملا هو ما يعرفش إن الصورة دي معا جاهز على طول نجاحنا بالامتعان فهنخش يمين هتلاقي فاترينا هتلاقي دي فيها بص كويس على الديل مرة تانية لو تسمح بص شوي على الديل ده مش ديل صقر ده مش ديل حورص ده مش ديل حر ده مش ديل حور أشكرك ده مش ديل طائرة ده مش ديل طائرة أصلا هل تفكر في الطيارة؟ أنا بقول آه لأن المنظر ده منظر لرادر ده بيسموه يا هبة في علم الطيران والنافجيشن اسمه الرادر مش رادار رادر رادر هو الدفة وده اللي بنجد دلوقتي في الطيارات خدوا بالكم ده لما اتعامل منه ماضل واتعرض في تينيسي في أمريكا على مؤتمر فيه ستوميت خبير طيران قلب العالم النموذج ده صغنان جدا خدواتكم مش كبير لا الصور دي داكتور دي يعني داكتور يعني تلعب فيها وفيها تنين هيروغليفي فوق بعض قدة منظر الليكوبتر مصر قديم ما يخترع الليكوبتر وما تفرحش لما حد يقولك كده نحي يقولك إذا ما عندكش الليكوبتر يبقى في حد جاء من بر عملك الحضارة دي فهو بيوقعك فاخد بالك لأن أنا شفت الناس دي وقعت معك دي تمام؟ أخيرا عايز أقول المصر القديم هل فكر في الطيران؟ فورشور بالتأكيد فكر في الطيران دا طول الوقت إزيس نسر حورص صار أبي منجل بتاع الحكمة فالطيور دي فهو كان عايز يبقى واحد منهم البحث فيها المصريات دكتور بسام الشمع دا أبنى أنا استمتع بكل المعلومات اللي أنت مضفة لنا وكل التنوير العقلي اللي بيحصل باشكرك شكرا جزيلا سواحك زي قول باشكر حضراتك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام لسا مكملين معاكم في باقي فقراتنا في تمانية صبح انتظرونا بعد الفاصل وفقرة خاصة عن التغذية للأطفال والوجبات والوجبات السليمة الصحية نتابع مع حضرتكم كل هذا وأكثر مع زميلتي داليا أشرف بعد الفاصل انتظرونا